أخيراً قبل ما روح للفاصل عايز أكلم حضراتكو بقى في أمر قبل ما روح للفاصل وهو أمر الاستفتاءات لاباً بتشوف استفتاء وبيحدث تكريم وده بيكون شيء طيب مع نهاية كل موسم بيحصل مثلاً استفتاء بيحصل تكريم لبعض الرموز أو النجوم أو الأشخاص فده بيكون شيء طيب لكن دايماً الاستفتاء لازم يكون لمصدقية مصدقيته لما يكون فيه شفافية ويتم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حيث التصويت أو النهاردة مدي مجال التصويت للجماهير في الاستفتاء أو يكون فيه نخبة من الصحفيين علشان النهاردة يقدروا يصوتوا ويباليهم رأي ومشاركة في الاستفتاء دايماً النادي الأهلي لما بيشارك في استفتاءات بتكون استفتاءات عالمية استفتاءات فعالة لها مصدقية لها شفافية شفنا قبل كده النادي الأهلي فيه جلوب سكر في دبي ودي من المؤسسات الكبيرة جداً النهاردة لما تم اختيار لجنة علشان اختيار الأفضل في جلوب سكر كان فيه لجنة من الصحفيين وأيضاً فتح مجال التصويت للجماهير ولما بيقول جمهوري النادي الأهلي ما شاء الله ما بتوصوش في استفتاء دي صورة من الصور العظيمة كانت في جلوب سكر واستفتاء جلوب سكر كابتن محمود الخطيب كريستيانو رونالدو وده كان في الإمارات في دبي أيضاً الاستفتاء الآخر كان الاستفتاء الآخر كان أيضاً في جائزة محمد بن راشد للإبداع برضو كان لما حصل الاستفتاء وإحنا شافين كابتن محمود الخطيب وهو بيتسلم الجائزة برضو فيه نخبة كبيرة جداً من الصحفيين في معايير بيتم اختيار الأفضل بيتم وضع معايير عشان اختيار الأفضل وأيضاً فتح مجال للجماهير للتصويت علشان كده استفتاءات اللي بيفوز بها النادي الأهلي دايماً بيكون فيها مصداقية دايماً بيكون فيها شفافية دايماً بتلقى تسليط كبير من الضوء من الإعلام عليها زي ما احنا شافين أبرز نجوم العالم موجودة في هذا التكريم كابتن محمود الخطيب طبع رئيس النادي الأهلي واختيار النادي الأهلي هو الأفضل كان واخد بطولات كبيرة جداً بطولات أفريقيا السوبر الأفريقي محمد براشد للإبداع كان ملف كبير جداً أما هناك بقى استفتاءات أخرى ممكن تصحى من النوم تسمع عن استفتاء وناس تانية تفوز به هو ده اللي احنا بنشوفه أتمنى الاستفتاءات دايماً يكون ليها مصدقية ترجمة نانسي قنقر